موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وصباحكم بكل خير وأهل بكم مشاهدينا إلى نافذة جديدة من ساعة صباح ونتابع فيها موسيقى مع انتشار الوجبات السريعة ونمط الحياة غير الصحي كيف نتجنب السمنة الزائدة وما تأثيرها على الصغار والكبار إذن متابعينا إن كانت لديكم أية أسئلة أو استفسارات عن أضرار السمنة أو عن أنسب الحمية الغذائية لإنقاص الوزن فأرسلوها إلينا عبر صفحتين على فيسبوك وعلى تويتر وسننقلها بدورنا للطبيب المختص للردي والتعقيد شاركونا موسيقى باتت السمنة الزائدة مرض العصر لا يكاد يخلو منها بيت ولا يفلت من قبضته شخص بالغ أو طفل صغير كيف يحسم الفرد نسبة الزيادة في وزنه وكيف يتعرف على أنسب الطرق لإنقاص الوزن الزائد وما أبرز مخاطر السمنة خاصة على الأطفال؟ دعونا في البداية نتوقف مع مجموعة من المعلومات الأساسية عن نصائح عملية لتجنب السمنة قبل أن نبدأ النقاش بالتفصيل ونجيبه على أسئلتكم مشاهدينا موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى للحديث عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الستوديو الدكتور عبدالقادر الناشف استشاري الغدد الصماء بالمركز الطبي السوري الأمريكي أهلا بك دكتور معنا صباح الخير صباح الخير وأنا بكم أهلا بك قبل البداية ولكم مشاهدينا كما عودناكم دائما أننا نتلقى مشاركاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر دكتور عبدالقادر ربما تكون السمنة من أكثر الأشياء المزعجة انتشارا بالنسبة للكباري والصغار فما تعريف السمنة بشكل مبدئي؟ السمنة هي تراكم غير طبيعي أو زائد لشحوم أو دهون بالجسم إلى حد ما تصبح لها تأثير سلبي على صحة الإنسان في الحالة الطبيعية رح نتكلم عن نعطي للمشاهدين كيف آلية السمنة أو كيف تحدث السمنة فالإنسان حين يتناول طعام هذا الطعام يذهب كما هو معروف إلى المعدة والعماء ثم الجهاز الهضمي ينتقل إلى الكبد أي طعام هناك حاجة جسم من السكريات السكريات طبعا هي معروفة هي المصدر رئيسي للطاقة في كل جسم الإنسان لحركة القلب والتنفس العضلات الأجهزة الأخرى فعند تناول طعام إذا تناولنا طعام يذهب هذا الطعام إلى الكبد الجسم يقوم بتخزين السكريات بشكل غلوكوجين في الكبد الكبد قادر على تخزين فقط من 80 إلى 100 غرام الفائض منه يذهب إلى الجسم ويخزن بشكل دهون فعندما نأكل وجبة كبيرة الجسم يخزن في الكبد من 80 إلى 100 غرام الفائض ينتقل إلى بشكل دهون هذا التخزين من قبل الكبد هذا ما يحتاجه لأداء الوظائف الحيوية الخاصة به طبعا هذه الـ 80 إلى 100 غرام هذا يستهلك الإنسان ممكن خلال حسب حركة الإنسان حسب نشاطه ممكن ساعات 8 ساعات بعد ذلك ينفذ مخزون الكبد من الكلوكوجين فيبدأ الجسم بمصدر آخر الطاقة يعني يفتش عن مصدر آخر الطاقة أول مصدر هو الدهون يأخذ الدهون المخزنة ويقوم بتفكيكها إلى جلوكوجين حتى تعطي طاقة طيب ما نسبة انتشار السمنة كداء عالمي؟ طبعا السمنة في القرن الـ 21-30 سنة الماضية دراسات 1980 حاليا 2015 طبعا زادت النسبة من تقريبا 5% إلى 13% عالميا يعني تقريبا ما يقارب عندنا 600 مليون شخص حول العالم مصابين بالسمنة الزائدة زيادة الوزن تقريبا 1.9 مليار إنسان في العالم مصابين بزيادة الوزن إذن أفهم من ذلك أنه هناك فارق بين السمنة أو البدانة بشكل عام وزيادة الوزن نعم بضبط هناك فرق بين السمنة حسب تعريفنا العلمي والطبي لها وزيادة الوزن طيب يعني هذا الفارق يعني كيف أقول أنني ما زلت في إطار زيادة وزن عادية وليست بدانة طبعا إحنا في عنا نسبة اللي هي اسمها الـ Body Mass Index مؤشر كتلة الجسم لنأخذ فيها الوزن ونقسمها على مربع طول الشخص هذه النسبة الطبيعية هي من العشرين للخمسة وعشرين الأقل من عشرين هو عنده نقص وزن هذا يسمى أقل من عشرين؟ من عشرين نقص وزن مهما يعني هنا يتحكم العمر يتحكم الطول يتحكم ماذا؟ هذا طبعا عند البالغين الأطفال اللي هم معايير أخرى الأطفال هاي عند الشخص البالغ نحن نحكي على البالغ فوق 18 سنة تحت العشرين نقص الوزن بين العشرين والخمسة وعشرين هو الرنج الطبيعي حتى مهما اختلف الطول دكتور يعني ربما الأطول مختلفة لا إحنا هذا هو القانون بالأساس نحط الوزن على مربع الطول يعني مثلا شخص وزنه مئة كيلوغرام طوله مية وستين نأخذ مربع المية وواحد فاصل ستة بالمتر ونقسم الوزن المية كيلو على مربع طول المقدر بالمتر تطلب معنا النسبة المئوية إذن هذه هي الطريقة لقياس كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم نعم حتى تكون هناك وضوح فيها لو نعيدها مرة أخرى دكتور حساب الطريقة الوزن على مربع الطول مربع طول بالمتر نعم يعني واحد طوله مية وستين واحد بوينت ستة للتربية للتربية والوزن بالكيلوغرام مية كيلوغرام مية على واحد على أي أن كان الرقم نعم بالطول بالتربية ومثل ما تكلمنا أنه الرنج الطبيعي من العشرين للخمسة وعشرين بعد ذلك بعد ذلك بين الخمسة وعشرين والثلاثين هذا نسميه زيادة وزن خمسة وعشرين زيادة وزن إلى الخمسين لا الـ الـ 25 إلى الثلاثون 25 إلى الثلاثين هل هذه زيادة وزن أما البدانة أكثر من ثلاثين أكثر من ثلاثين نعم طيب بهذه الطريقة إذن مشاهدين نستطيع أن نحسب كتلة الجسم أو نسبة زيادة الوزن لديه إذا ما رأى أحدكم أن يحسب بهذه الطريقة العلمية إذا عرف الشخص مننا أنه يعاني من زيادة في وزنه السؤال الأهم ما أنسب الطرق ربما طرق كثيرة جدا لإجراء حميات لإنقاص الوزن يعني يعج الفضاء بهذه الطرق الكثيرة ولكن ما أنسب الطرق لكل فرد فينا على أحدا طبعا أنسب الطرق لإنسان شعر بزيادة وزن قبل ما يدخل مرحلة الأوبستي أو السمنة أفضل شيء يبدأ بتناول الطعام الصحي الطعام الصحي يتألف من نكثر من الخضروات نكثر من الألياف في الطعام نعتمد على البقوليات بشكل عام ونبتعد عن الدهون ممارسة رياضة اليومية لمدة نصف ساعة على أقل طبعا البالغين للأطفال أكثر من ذلك تقريبا حوالي الساعة الكثير من شرب السوائل تجنب الطعام المالح يعني في دراسات أن المالح يسبب زيادة في الوزن زيادة في الوزن أم احتباس يعني يسبب احتباس لا زيادة في الوزن طب ما هي الآلية دكتور يعني حتى هي حقيقة مسلم بها ولكن ما هي الآلية حتى يتضح للجمهور الكريم هذه الآلية حتى يستطيع أن يصل إلى درجة الاقتناء طبعا هو في دراسات بس أكثر آلية هي أنه يؤدي إلى زيادة الشهية للطعام يعني الجسم سير يطلب طعام أكثر نعم لأنه كما هو معروف الشهية عند الإنسان يتحكم فيها الدماغ أو منطقة الوطاء فعندما تكون المعدة فارغة يفرز هرمون اسمه إجليرين هذا يؤدي إلى تناول الطعام في المرحلة الثانية عندما الإنسان يكون امتلأت مخازن الدهون يفرز هرمون اسمه ليبتين هذا الليبتين يعطي تنبيه إلى الادماغ أنه هناك مخازن من الدهون يكفي تناول الطعام يعني هذا يريد مختصر تقريبا طيب لو تحدثنا عن مخاطر الإصابة بالوزن الزائد أو البدانة ما هي المخاطر المترتبة على زيادة الوزن؟ طبعا المخاطر كثيرة تشمل كل أعضاء الجسم نبدأ من القلب والأوعية الدموية السكتات الدماغية ارتفاع توتر الشرياني الأهم أيضا هو الداء السكري الأمراض الاستقلابية اللي هو الداء السكري طبعا من النمط الثاني وليس الأول السمنة تؤثر كما هو معروف عند الجميع على المفاصل يصاب أكثر شيء المرضى بالتهاب المفاصل التنكسي ألام أسفل الظهر ألام بالركبتين يؤثر على النساء من ناحية الإنجاب والخصوبة يؤثر على الفتيات في مرحلة المراهقة ممكن أن السمنة تعطي زيادة بالأندروجينات أو الهرمونات الذكريات تؤدي إلى بلوغ مبكر تؤدي إلى ظهور مظاهر الأندروجينات أو الشعرانية ممكن يزيد أو يؤدي إلى ظهور مبكر المتلزمة المعروفة عند النساء هي متلزمة البي سي أو أو المبيض متعدد الكيسات ممكن أن يؤدي إلى سرطانة عقل الرحم والثدي والبروستات والكولون يعني لا نقول أن السمنة هي المسبب الرئيسي لكل هذه الأمراض يعني الأمراض تأخذ من الرأس إلى القدمين ولكن من أحد الأسباب أو أحد المسببات لمثل هذه الأمراض هي السمنة أو زيادة الوزن هي تزيد النسبة يعني مثلا أنه شخص معرض للإصابة القلبية أو حتى الجلطات الدماغية لعامل وراثي أو غيره السمنة تزيد مثلا نسبة 10% أو 14% حسب كل مرض نعم طيب دكتور ربما يعني لو سألنا أي أحد عادي يعني ما أسباب السمنة أو زيادة الوزن يذهب التفكير مباشرة إلى الطعام يعني نوعية الطعام كمية الطعام كمية المدخلات ولكن هل هناك أسباب أخرى للسمنة من الممكن أن يتعرض لها الإنسان غير الطعام هناك من يقول دائما وهذه جملة شهيرة أنا لا أكل كثيرا ولكن أسمن سريعا نعم بالضبط طبعا الدراسات الحديثة على السمنة ومثل ما تكلمتي أن هناك حميات كثيرة أثبتت أن السمنة هي تناول طعام زائد أو طعام يحتوي طاقة أكثر من الطاقة المصروفة هذا الأمر مسلم فيه طبعا في أسباب أخرى تساعد بهذا الأشيء مثلا وجود الوراثة شخص عنده وراثة السمنة في حال تواجد طعام يحتوي طاقة عالية يعني توفر الوراثة وظروف البيئية والطعام المناسب ستؤدي إلى السمنة لكن ليس الوراثة وحدها حتى يعني لا نتجنع على الجين الوراثي إنسان عنده جينات وراثية بس موجود ببيئة فقيرة ليس متوفر لديه الطعام حتى يتناول طعام زائد خاصة الطعام الحالي للسعرات الحرارية العالية اللي يحتوي سكريات بسيطة وجبات السريعة وغيري بالضبط فهذا عنده جينات وراثية توفرت الظروف البيئية والطعام العالي الكالوري سيؤدي إلى السمنة الأسباب الأخرى في عنا أسباب غدية أو استقلابية أو مرضية مثلا في عنا أمراض الغدد الصماء أكثر الأمراض اللي تسبب السمنة مثلا قصور الغدد الدرقية طبعا القصور الغدد الدرقية الآلية أنه اللي يسوي بها السمنة هي نقص الاستقلاب معروفة الغدد الدرقية هي مسؤولة عن استقلاب بالجسم في عنا أمراض أخرى مثلا زيادة الكورتيزول بالجسم في أدوية تسبب سمنة طبعا لا ننسى الأنسلين زيادة الأنسلين يؤدي للسمنة لأن المريض لما يزيل عنده الأنسلين ينقص السكر نقص السكر يؤدي للإحساس بالجوع يروح المريض متناول طعام وهكذا يدخل بدائرة يزداد وزنه الأسباب الأخرى فيه أسباب هضمية في نوع القرحات الهضمية طيب دكتور لو عدنا مرة أخرى وكنا نتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى سمنة غير التناول الزائد للطعام أو نوعيات الطعام الغير صحية والمسببة لزيادة الوزن وذكرت منها مشاكل في الغضض الصماء نعم مشاكل في الغضض الصماء مشاكل كما تكلمنا زيادة الأنسلين بالجسم أو رام الأنسلين وجود متلازم وقاومة للأنسلين يكون فيها الأنسلين عالي تؤدي إلى السمنة في عنا أسباب هضمية قرحات المعدة قرحات الاثنى عشر أكثر شيء قرحات نتعاشري الشخص يحس بالجوع بشكل سريع بزيادة إفراز هذه القرحة من الحموضة يحس بالجوع فيزداد تناوله للطعام في عنا أسباب أخرى أسباب دوائية أسباب دوائية أدوية السكر في بعض مرضى الداء السكر يتناول الأدوية تؤدي إلى نقص السكر نقص السكر يؤدي إلى إحساس بالجوع فيروح تناول الطعام مع الزمن نشوف أنه يصير عنده السمنة في أدوية الربو أدوية الحساسية مضادات الإسلامية ممكن تسبب السمنة عن طريق زيادة شهية للطعام في الأدوية العصبية ممكن تسبب في عنا أسباب اضطرابات عقلية عن بعض الأشخاص أو بعض الممكن مسألة وراثية تؤدي إلى زيادة شهية بالطعام مثل في عنا متلازمة داون أو المنغولية أكثر الدراسات تدل على أنه غالباً هؤلاء الأطفال هؤلاء إلا هذا في المستقبل هم سيسمحون بديني نعم طيب يعني هذه هي كانت الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسمنة غير تناول الطعام بشكل مباشر لكن ما مقدار السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وكيف يحسب الشخص احتياجاته منها يومياً هذا ما نتعرف عليه في المقطع التالي ثم نعود للشرح والتعقيب مع ضيفنا دكتور عبدالقادر الناشف نتابع موسيقى موسيقى كانت هذه بعض المعلومات التي تساعدنا في حساب أو كيفية حساب السعرات الحرارية التي يحتاج كل منا إليها في خلال يومه ولكن دكتور عبدالقادر نريد توضيح منك بالتفصيل لكل هذه الأمور يعني كيفية الحساب هل يختلف إذا كان الشخص حركي أو الوظيفة اليومية لهذا الشخص من الممكن أيضاً أن تؤثر على حساب السعرات الحرارية بالتأكيد طبعاً السعرات الحرارية هي كمية الطاقة المتناولة في الطعام أي طعام يحتوي طاقة مهما كان البروتينات السكريات النشويات الدسم كلها تحت بطاقة أي طعام نتناوله يدخل على الجسم هو هوفة هو طاقة نعم تختلف حسب عمر الشخص حسب حركة الشخص هذا الشخص عنده نشاط زائد عنده قليل الحركة المرحلة العمرية طبعاً إلها دور كبير عادة الأطفال أو الشباب يكون عندهم من استقلاب أكثر من كبار السن يعني كلما مريض تقدم بالعمر يبدأ عنده مستوى الاستقلاب الأساسي ينقص طبعاً جسم الإنسان بحاجة إلى في مفهوم هو الاستقلاب الأساسي معدل الاستقلاب الأساسي أي يعني كمية الطعام اللي نحتاجها جسمنا حتى يحافظ على وظائفه الحيوية من حركة القلب التنفس العضاء فعادة عادة تختلف طبعاً مثل ما تكلمنا حسب العمر عادة تقريباً 22 سعر حرارية أو كيلو كالوري لكل واحد كيلو غرام من وزن الجسم يعني مثلاً شخص وزنه 100 قرام 100 كيلو عفواً 100 كيلو يحتاج إلى 2200 كالوري تيحافظ على الميت كيلو تماماً حتى إذا ما لا يزيد ولكن لا يقل منه شيء ولا يقل ولا يزيد هذا اسمه معدل استقلاب الأساسي طبعاً الإنسان هنا حسب حالة الشخص إذا كان يتحرك يمشي عنده عمل يتطلب جهد أو أن هذا المريض يجري تمرينات رياضية نص ساعة ساعة هنا نزيد كمية الطاقة المتناولة فوق كمية المعدل استقلاب الأساسي طيب دكتور نتوقف عند هذه النسبة التي ذكرتها الآن 220 سعر حراري لكل كيلو 22 سعر حراري لكل كيلو في الظروف الطبيعية الحد الأدنى هذا مدوما يتحرك المريض هذا الحد الأدنى في حدود ماذا؟ الحركة الطبيعية في حدود ماذا؟ الصلاة مثلاً القيام بالأعمال المنزلية إذا كانت هذه ربة منزل هذه كلها في حدود الحركة الطبيعية أم ماذا؟ لا الـ 22 مدوما يتحرك نائياً مريض نايم على السريق يتنفس فقط بس فقط عشان تنفسه القلب والوظائف الحيوي ووظائف الحيوي بالجسم حالياً المريض قليل الحركة يستيقظ يذهب إلى مكتبه بالسيارة يرجع بالسيارة حركات بسيطة حاجات الأساسية طبعاً هذا يحتاج تقريباً 25 كيلو كالوري لكل واحد كيلو غرام تزيد قليلاً النسبة نعم في الحركة الطبيعية في إطار بدون ممارسة رياضة أو غير ذلك أو أعمال ربما تحتاج إلى حركة أو مجهود أكبر بالضبط 25 كيلو كالوري لكل واحد كيلو غرام طيب لو أتينا إلى وهذه الحالة النمطية يعني بدون ممارسة رياضة وبدون جهد زائد عن الطبيعي إذا قلنا أن هناك 25 كيلو سعر حراري يحتاجه الجسم لكل واحد كيلو غرام طيب يعني في هذه الحالة ما الطعام المناسب لنا على مدار اليوم حتى يستطيع على سبيل مثل شخص نثبت مثلاً وزن 100 كيلو غرام 100 كيلو غرام حالياً الدراسة الحديثة وقفوها يعني كل الدراسات الحديثة نحن بالتأكيد سنأتي على فكرة هذه الحميات يعني السماء أمطرت علينا كثير من الحميات بشكل كبير جداً وخاصة في الأوينة الأخيرة ولكن نتحدث عن هذا السؤال تحديداً دعنا من الحميات ودعنا من أنماط معينة من الغذاء الغذاء الطبيعي الذي من الممكن أن يتوفر لكثير ناشويات واللحوم وقدروات فواكه هذه التوليفة كيف يمكن لشخص 100 كيلو غرام أن يتناول الطعام لا زيادة في السعرات الحرارية ولا نقصة هي بالتحديد أن هذا الشخص يجب أن يعرف هذا الطعام الذي يتناوله كم يحوي من السعرات الحرارية هذا المفهوم الحالي الحديث أنه مثلاً أنا أكلت 100 غرام لحمة هذه اللحمة لحمة الدجاج لحمة الخروف كم تحوي؟ في جداول فيه كله صار متوفر حتى إذا تشتري أي شيء من السوبر ماركت صار كله مكتوب عليه كم كالوري فيه من الشوكولاتة للشيبس كله مكتوب فأنا حاجتي ألف كالوري أو ألفين باليوم تحافظ على وزني لا أنزل ولا أنقص لازم أحسب أنا تقريباً ما هو الطعام الذي يحتوي ألفين طبعاً عنده حرية الاختيار هو أنه مثلاً أنت إذا أكلت من الناشويات مثلاً يأخذ كمية ماذا من الناشويات؟ أرز مثلاً وليكن الأرز الأبيض حتى نكون منطقيين نعم يعني ربما بعض أنواع الناشويات يكون غالي الثمن في بعض الأحيان أو غير متوفر في كثير من الأماكن الأرز الأبيض أو المكارونا أو الخبز مثلاً إحنا المريض هذا اللي بتتبع نظام أو يحافظ على وزنه يجب أن تحوي وجبته على بروتين ناشويات ودهون طبعاً نسبة الكربوهيدرات أو الناشويات تقريباً شي 60% إلى 65% الدهون من العشرين إلى الثلاثين وخمسة عشر بالمية بروتين بالإضافة إلى الفيتامينات والخضروات فأنا إذا أقسم وجبتي لازم أن أخذ سكريات أو ناشويات أحاول أخذ الناشويات اللي فيها ألياف ولا فيها كالورية عالية اللي تعطينا حجم كبير ومدون كالورية مثلاً تناول البقوليات أفضل للا تناول الرز الأبيض لا البقوليات أفضل الرز ما فيها ناشويات نهائية قليل倘去 الألياف أتناول مثلاً تفاحة هذه سكريات إلا عصير تفاح لا أتناول تفاحة فيها ألياف بالقشر فهذا المبدأ يعني أنه المبدأ أنا لما بدأتناول أعرف كم يحتوي هذا الطعام اللي أنا أتناوله من الكالوري ما أتوجه للأكلات السريعة مثلا لو تعلم أنه 100 غرام الشوكولاتة المحلة تحوي 600 كالوري تقريبا قطعة صغيرة دمرت اليوم بالضبط ما بين أنا أكل 1 كيلو خيار أو كيلو خس يحتوي تقريبا على مدار اليوم بالتأكيد 1 كيلو غرام يحتوي تقريبا 150 كالوري فقط لا غير في نسبة عالية طيب يعني إذن ببساطة وخريطة بسيطة هي العودة إلى الطعام المتاح ولكن بنسب متوازنة عدم الاكثار من النشويات أو الدهون يعني عمل شكل من أشكال التوازن في الوجبة الواحدة بشكل قدر المستطع بالضبط عدم تناول الطعام الذي يحتوي على كالوري عالي السكريات وسريعة الامتصاص اللي هي موجودة حاليا بالعصار ومشروبات الغازية الفاسفود الطعام السريع هي ليست فقط يعني كثير من الحلقات استضفنا فيها ضيوف كرام هنا في ساعة صباح كانت الإشارة إلى عدم ضرر هذه السكريات فقط لزيادة الوزن ولكن على وظائف مخاطر السكر بشكل عام والمواد الحافظة على وظائف الجسم الحيوية بشكل عام وشكل خطير جدا طيب دكتور ذكرت الآن حساب السعرات الحرارية والكالوريز الخاصة بالطعام طيب لربة المنزل هي من لديها هذا المصنع الذي في النهاية ينتج لنا الفطور والغداء لكافة أفراد الأسرة كيف لها أن تعلم وتتعرف وتتعلم بشكل بسيط على طريقة بسيطة لحساب السعرات الحرارية المطلوبة في الوجبات التي تصنعها؟ في الحقيقة هي سهلة جدا الموضوع يعني رح نقسمي للطعام إلى ثلاث أقسام الطعام الموجود بالمنزل تماما يعني يأمن كربوهيدرات أو سكريات أو بروتين أو دسم طبعا الفيتامينات رح نعتبر الفيتامينات هي موجودة ضمن الفواك رح نعتبر وزنها هي كربوهيدرات أو نشويات السكريات أو النشويات كل واحد غرام منها تعطي أربعة كالوري كيلو كالوري أو أربعة سعرات حرارية مرة أخرى نعم واحد غرام كربوهيدرات أو سكريات تعطي أربعة كيلو كالوري يعني أربعة أضعافة الوزن يعني بالضبط يعني إذا أنا حطيت معلقة السكر للشاي معلقة السكر تزن خمس غرامات فخمس غرامات ضرب أربعة عشرين كالوري في كيلو كالوري بالمعلقة السكر وهذه يعني نحن في قنع عنها من الممكن أن نستغني عنها بالضبط البروتين نفس السكريات كمان أربعة يعني بروتين هو اللحوم، الدجاج، لحم الخروف، العجل الأحمر طبعا بدون دهون أيضا أربعة كالوري أو البروتينات النباتية كل غرام يعطي أربعة كالوري حسابه سهل جدا يعني نعم الدسم تقريبا بشكل عام الدسم في 8.9، 9.2 بس كلية نعتبرها تسعة كيلو كالوري لكل واحد غرام يعني مثلا معلقة الزيت كان زيت زيتون ولا زيت ذرة تحوي عشر غرامات موزونة العشر غرامات ضرب تسعة تسعين كالوري الزبدة نفس السعرات الحرية دكتور حتى مع اختلاف أنواع الزيت يعني زيت الزيتون نفسه نفسه ولكن فكرة أن زيت الزيتون مختلف هو في الأضرار مثلا أو طريقة الأكسدة بتضبط يعني أكثر شي يجون المرضانين أنه أنا دكتور ما أكل زيت بس أكل زيت زيتون أنه على الساعة زيت زيتون ما يؤدي إلى السمنة نفسه نفس أي زيت آخر بس زيت زيتون صحي صحي ما يأثر على كل السرون ما يرفع لكل السرون نعم فهي الثلاثة البروتينات والسكريات أربعة والدسم تسعة لكل غرام واحد نعم طيب يعني هذه ربما تكون طريقة سهلة وبسيطة حتى نستطيع أن نوازم فيها عند إعداد الطعام لأطفالنا فاصل قصير مشاهدين ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي فابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين من جديد والحديث اليوم عن السمنة ومخاطرها أما الآن ننتقل مع تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي ينقلها إلينا زميل حسام يحيى صباح الخير حسام صباح الخير أسمع أهلا بك أهلا بك وردتنا بعض التعليقات وكذلك الأسئلة بخصوص السمنة وما إلى ذلك نبدأوها بمصطفى كتب إلينا قائلا أنا بقالي حوالي أسبوعين مشي على ضايت الميا كلما أشعر بالجوء وأشرب ميا وبدأ وزني ينزل عايزة نصيحة من الدكتور في حالة قدرت أنزل للوزن إذا أنا عايزة أثبت وزني إزاي أيضا عبد الباصد كتب إلينا قائلا السمنة لا تحتاج إلى طبيب كل إنسان طبيب نفسه من أراد أن يخفف من وزنه فعليه تخفيف الأكل الدسم ببساطة ولا يحتاج ذلك إلى طبيب من وجهة نظره أيضا حساب آخر ما العمل مع الجلد المترهل وسقوط البطن للأسفل بعد الولادة أليس لها حل إلا الجراحة هل هناك أساليب أخرى وبالتأكيد سننقل هذا السؤال إلى ضيفنا أيضا حساب مجدي أنا محتاج أخص 25 كيلو ممكن برنامج كويس أواضب عليه أيضا سؤال آخر من محمد ما هو أنسب وقت لممارسة الرياضة هل قبل الأكل أم بعد الأكل أنا سويت عملية قص معدة ما هي نصائحكم وهل يوجد نظام غذائي معين أمشي عليه بعد أن قام بهذه العملية أيضا على تويتر وردتنا بعض الأسئلة بخصوص السمنة أبو عاكف أفيدونا في التخلص من البطن وهو سؤال متكرر في الواقع أيضا حساب آخر مدى تأثير الشاي الأخضر لخفض السمنة وأفضل أوقات تناول الشاي الأخضر لخفض السمنة سمنة سؤال آخر وأخير أيضا في هذه الفقرة عمر سمن سنوات ونصف المفروض يكون الوزن كام الوزن الطبيعي لهذا العمر نعود من هذه التغريدات وكذلك الأسئلة إليك أسماء وأضعك دائما ما تكون حلقات السمنة مليئة بالأسئلة بالتأكيد وبالتأكيد إن شاء الله سننتقل إلى ضيفنا الكريم اليوم للإجابة على كل هذه الأسئلة شكرا حسام وشكرا لكل من شارك معنا ودكتور مباشرة ننتقل إلى هذه الأسئلة حتى نستطيع أن نجيب على أكبر قدر منها ياسر مصطفى كان يسأل حوالي أسبوعين ماشي على الدايت أو ماشي على الدايت ربما هذه زوجة مصطفى أو ياسر مصطفى هي التزمت بالدايت لمدة أسبوعين كل ما تشعر بالجوع تشرب ماء وبدأ وزني ينزل تريد نصيحة من الدكتور في حالة أن استطاعت الوصول إلى الوزن الذي تريد وكيفية تثبيت هذا الوزن طبعا في الحقيقة الدايت أسبوعين غير كافية مش أنه الشخص والله سوى ودايت أسبوعين خلاص نزل خاص وزنه لا هي تقول بدأ الوزن في النزول استمر بالدايت ومثل ما تكلمنا أنه تاخد كمية الكالوري أقل من كمية الكالوري اللي هي كانت تتناولها قبل وممارسة الرياضة اليومية الرياضة تساعد في تخفيف الوزن واستمرار ونقص الوزن طيب مشكلة المشاكل لمن يقومون بالحميات الغذائية المختلفة هي تثبيت الوزن كيف تثبيت الوزن؟ طبعا هو عادة المريض أو الشخص اللي يجينا بدين نعلمه الكالوري وشو نحسب بالكالوري وبده فترة طويلة مثلا شخص وزنه 100 كيلو وينزل وزنه لـ 80 أو 70 كيلو بده لا يقل عن 6 شهر لسنة خلال هذه السنة هي في عداد طعامية خاطئة فهو خلال 6 شهر رح يتعود على الطعام الصحي والجيد والطريقة الصحية للتناول الطعام والطريقة الصحية للتناول الطعام عادة عن ذلك صار عنده ثقافة كيف يتناول الطعام يتجنب الطعام العالي الكالوري خلال 6 شهر أو خلال الأشهر الأولى بالإضافة إلى أنه نعلم أنه يستمر بالرياضة الأقل شيء نصف ساعة إلى ساعة يوميا رح حافظ على نصف الوزن طيب دكتور يعني تقصد مسألة تثبيت الوزن وهذه المشكلة الكبيرة التي تواجه الكثيرين هي عبارة عن أو الحل عبارة عن نمط حياة صحي بشكل عام رياضة وطعام صحي وطريقة صحية في تناول الطعام بالضبط لأنه هو مش يعني إذا الإنسان متوقع أنه حاليا أنا سوي الدايت لمدة شهرين ما عاد آكل نهائيا بعد شهرين آكل كل شيء ويظل وزني لا هذا مفؤوم خاطر ستعود زيادة فهي عبارة عن تغيير نمط الحياتية نمط الطعام بالأساس يعني طيب أم عبدالجبار تسأل ما العمل مع الجلد المترهل وسقوط البطن للأسفل بعد الولادات والنحافة تقصد يعني عملت دايت أو قامت بإجراء تخصيص أليس لا حل غير الجراح؟ حاليا في عنا سمنات يعني أو البدانة أو يسموها الموضعة تقريبا بالبطن طبعا هاي علاجة ممكن يختلف يعني إحنا ما نتكلم عنها يموس إحنا نتكلم عن سمنا بشكل عام الأوبسي بشكل عام في مناطق محددة ممكن في حاليا في أجهزة تساعدها على التخلص من دهون منطقة البطن ممكن الجراحة يعني في عدة علاجات الأجهزة التي تساعد على التخلص من دهون البطن ولكن هي تسأل تحديدا عن الترهلات هذه الترهلات الناتجة عن فقدان الوزن يعني نزول البطن بشدة بعد حمل مثلا أو بعد نحافة يعني هذه الترهلات ليس لها علاج إلا هذا الجلد الزائد جراحة أو في حاليا أجهزة تساعد على شد الجلد موجودة الأجهزة هاي يعني جهاز علاج موضعي للجلد بس نعم طبعا هاي يشوف الطبيب الجلدي هو من يستطيع أن يقرر لطريقة المناسبة يقرر أن تحتاج جراحة أو ممكن أن جهاز يتفيدها طيب مجدي عمر يسأل يقول أنا محتاجة خس 25 كيلو ممكن برنامج كويس آه طبعا بدي خس 25 كيلو مثلا كم وزنه احنا ما نعرف كم وزنه وكم عمره طبعا هو لازم يحسب أنه مثلا نفرض أنه وزنه مثلا مئة كيلو آه فهو بدي ينزل للـ 75 معناته هذا الشخص إذا كان قليل الحركة كما تكلمنا نفرض أنه هو قليل الحركة كل يوم يتناول 2500 كالوري فتيخص وزنه 25 كيلو معناته إحنا لازم نبلش نقصله من المدخل من المدخل اللي هو 2500 يتناول وزنه 100 كيلو جرام مثلا نبدأ بحمية 2000 كالوري معناته إحنا نقصنا باليوم كام 500 كالوري آه 500 كالوري كل ما يصير مجموعة نقص 7500 كالوري ينزل الوزن الجسم الإنسان 1 كيلو جرام إذن يحتاج كم يوم لوم يعني بهذه الطريقة أظن 14 يوم 15 يوم ينزل 1 كيلو جرام 1 كيلو بالشهر 2 كيلو جرام طبعا هذه من دون الرياضة هيا أما بالرياضة تزيد طبعا تزيد معروف أنه ساعة المشي كم تصرف 300 كالوري جري 600 كالوري فهو حاليا أنه يستخدم نظام الكالوري يأخذ مثلا هو حاجد يحسب حاجد جسمه مثلا 2000 ينقص 500 بالمرحلة الأولى بعد شهر ينقص 100 سير 600 بعد شهر سير 700 يظل ينزل بالكالوري حتى يحافظ على جسمه أو أقل كالوري سعرات حريرة بتناول الإنسان البالغ اللي هي 1200 تحت 1200 لا يجوز طيب طيب محمد حقيقة يسأل سؤال مهم جدا ربما متكرر ما هو أنسب وقت لممارسة الرياضة حتى نستطيع أن نحصل على نتيجة يعني جيدة هل قبل الأكل أم بعد الأكل وذكر أيضا أنه قام بإجراء عملية قص معدة فما هي النصائح التي تنصح بها وهل يوجد نظام غذائي معين بعد هذه العملية الحقيقة الرياضة ممارسة الرياضة بأي وقت يعني إحنا مقصود يمارسة الرياضة مو أنه حنحرق الطعام الحالي تناولنا إحنا حنحرق الدهون اللي مخزنة بجسمنا بالأساس يعني إحنا إذا أنا لعبت رياضة بعد الطعام معنات أنا حرقت الطعام اللي تناولته هذا الوقت يعني لا هو مقصود في أنه إحنا نزيد الاستقلاب بالجسم نحرق الدهون اللي مخزنة بالأساس يعني نعم في أي وقت طبعا هي بفضل غالبا أوقات الرياضة هي جيدة صباحا ومساء يعني بكل الوقت لكن غير مرتبطة دكتور يعني أغلب النصحين في مجال الرياضة يفضلون عمل الرياضة بعد تقريبا تناول الطعام بساعتين إلى ثلاث ساعة آه يعني أنه مو مش مع تناول الطعام يعني هو مو بالأساس أنه والله واحد يتناول الطعام يعني أنه بعد ساعتين أو ثلاث أو صباحا أو مساء طبعا مساء معروف عند كل الأشخاص أنه يفضل عدم تناول الطعام فهو إذا يبدأ عشر ساعة سبعة يلعب الرياضة ساعة تسعة ما في أي مشكلة طيب دكتور ورد إلينا سؤال أيضا ما تأثير فصيلة الدم على فكرة الحميات الغذائية هل هناك حميات غذائية معينة مرتبطة بفصائل الدم أو النمط الغذائي بشكل عام في الحقيقة ما في دراسات مؤكدة يعني هذه كلها يعني مع كل أسف يعني أنه حمية ترتبط بفصيلة الدم ما فيها شيئا بس هم في دراسة أنه مثلا فصيلة كذا عنده موارثات سمنة ممكن تكون يعني بس أنه فصيلة ترتبط بحميات بنمط معين من الحميات ما في دراسات مؤكدة على شيئا طيب أسئلة من الأسئلة التي وردت إلينا كانت عبر تويتر مدى تأثير الشيء الأخضر لخفض السمنة وأفضل أوقات التناول في الحقيقة في دراسات أثبتت أنه الشاي الأخضر مو بس الشاي الأخضر المنبهات القهوة الشاي الأخضر منبهات القهوة الزنجبيل إلى آلية أنه هي تنقص الوزن مو بأنه والله تحرق الدهون بتزيد الاستقلاب الدراسات تؤكد أنه الشاي الأخضر القهوة المنبهة يزيد من عملية الحرق يزيد من عملية الحرق فبالتالي تساعد في إنقاص الوزن في إنقاص الوزن طيب الطريقة التي من الممكن أن يتناول الشخص بها الشاي الأخضر وتكون مجدية أو تأتي بنتيجة جيدة ما في طريقة محددة بس بأي وقت يعني إذا تناولنا الشاي أخضر طبعا الشاي الأخضر أننا سنتناوله هو سوائل بالأساس فنحن بالأساس ننصح بشرب السوال طيب دكتور أيضا ورد إلينا سؤال عن من المتفائلة بالله تسأل دهون البطن وكيفية التخلص منها ربما يعني فكرة دهون البطن من الممكن أن يكون إنسان الوزن العام جيد ولكن هناك مشكلة فقط وغالبا ما تكون هذه المشكلة عند النساء أكثر بشكل كبير طبعا النساء بسبب ظروف الحمل والهرمونات الإستروجين غالبا عندهم سمنا منطقة البطن طبعا أفضل شيء هي الرياضة المرحلة الثانية إذا ما حسنت هذه المريضة أن تتحسن حالتها بالرياضة ممكن نلجأ إلى العلاج الموضع اللي هو الأجهزة الحديثة أو آخر شيء اللي هي التجميل الجراحة التجميلة نعم طيب سؤال أخير وسريع عن دكتور عكف يسأل عمر طفله 8 سنوات ونصف كم من المفروض يكون الوزن في هذا السن؟ على حسب الطول؟ تحسب حسب الطول لا نحسن نسبهم بالضبط يعني نعم طيب يعني هذه تقريبا أغلب الأسئلة التي وردت إلينا بلا تكرار أيما كانت الحمية الغذائية التي قررت اتباعها فإنه يتوجب أن تتضمن بعض المعايير العامة نشاهد بعضا منها في المقطع التالي ثم نستكمل النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كانت هذه بعض النصائح لأنظمة غذائية مختلفة في المجمل دكتور كما ذكرت يعني فكرة النمط الصحي في الغذاء الإكثار من القدروات والبقول والبعد عن مسببات زيادة الوزن من الدهون وأنشويات بشكل كبير طيب دكتور يعني كما ذكرنا خلال اللقاء السماء تكاد تمطر علينا أنواع كثيرة جدا من الحميات كل يوم الآخر نسمع عن حمية مختلفة بأسماء مختلفة نحن هنا في ساعة صباح ربما تناولنا كثير جدا من هذه الأسماء وقمنا باستضافة من يتحدثون باسمها من الناحية الطبية كطبيب خاص بهذه العملية أو قريب من هذه العملية بشكل عام كيف يختار الشخص الحمية الأنسب له في وسط هذا الزخم الكبير يعني كما تكلمنا سابقا يعني لا يمكن أنه في دراسات سابقة أنه أعطوا للأطباء سابقا أن يعطون حمية السبت الفطور الغداء الأحد كذا يعني أي شخص دراسات أجروا على عشرات الآلاف من الأشخاص أو المرضى أنه يستمروا فيها شهر وشهرين وبعدين خلاص فإحنا حاليا فكرة الحمية أنه نحسب الكالوري نحسب السعرات الحرورية كم حاجتي أنا؟ حاجتي ألفين لازم أتناول أقلل ألف وخمسمية رح ينزل وزني تدريجيا ومع الوقت من الممكن أن يكتسب الشخص الخبرة كي يستطيع أن يحدد السعرات الحرورية في كل وجبة مثلا ليس بالضرورة أن يأتي في كل مرة بالميزان ويقوم بيعني ربما مجهود يعتبره البعض مجهود أو معطل من المعطلات التي من الممكن أن يستمر على هذه الحمية بالضبط نعم كثير من المراجعين الذين يراجعوني خلال الفترة الماضية أنه أنا بدي أحسب كل شغلة أكلها فلا هي موضوع متعب ومرهق بس هي أول عشر تيام يتعود أن هذا الطعام يحتوي كذا كم من قطعة الخبز كم من التفاحة الزبادي رح خلال عشر تيام هو حيصير طبيب نفسه ها هي الثقافة الحالية المتابعة بالعالم نعم طيب دكتور هل هناك اختلاف ما بين سمنة النساء وسمنة الرجال يعني أي كنسبة عالمية أيهما أكثر إصابة بالسمنة النساء من الرجال طبعا كنسبة عالمية النساء أكثر إصابة من الرجال عندهم بيتحركوا أكثر اه بس هي يعني النسبة قليلة مو يعني مثل النساء 40% عندهم سمنة مثلا نسبة السمنة طبعا من البدانة يعني 40% نساء مثلا و38% رجال طبعا السبب يختلف تأثيره الهرموني مثل ما تكلمنا والحمل وعند الرجال عندهم الكتلة العضلية أكبر من النساء ومعروف أن العضلات تستهلك طاقة أكبر من غيرها نعم بضلومات النساء فكرة الكتلة العضلية يعني بضضبط ربما تكون يعني هي الشماعة بضضبط طيب دكتور لو نصائح أخيرة نختب به هذا اللقاء معك نصائح عامة في نمط حياة صحي غذاء صحي وبالتالي صحة جيدة في الحقيقة بنهاية هذه الحلقة أهم شيء أنه نعرف أي طعام نتناوله يدخل على جسمنا كم كالوري فيه يعني إحنا إذا الشخص ما بده يحسب كم كالوري أو يعرف أنه شغلة صعبة شافة يعني أنه يأخذ نظرة يقرأ مثل ما نقرأ بأي شيء يعني بحياتنا اليومية نقرأ عن الطعام ما هو الطعام الذي يحتوي كالوري عالي يتجنبه فقط لا غير يعني يعني ممكن ما يعرف كل شيء بس أنه والله مثلا الشوكولاتة دكتور إذا يعني بصفتك يعني خبير في هذا المجال إذا تجنبنا السكر فقط على سبيل المثال السكر المصنع فقط ليس السكريات داخل الفواكه والخلوط السكر السريع السكر السريع والشوكولاتات وحلويات والملح كذلك يعني كما لأننا قمنا بإجراء بعض الحلقات تؤيد بقوة هذا الطريق هل هذا فعلا يغنينا عن كثير من الحميات الغذائية؟ بالضبط يعني إذا تتكلمي حاليا مثلا أنا جتني مريضة يوميا تتناول قطعة شوكولاتة مثلا خمسين غرام الخمسين غرام شوكولاتة تحتوي تقريبا مئتين أو ثلاثمئة كالوري طبعا بالشهر كم كالوري بالشهر؟ إذا كل يوم ثلاثمئة معتها ثلاثة ألاف كالوري معتها كل شهر يزيد وزنها نصف كيلوغرام من هذه قطعة شوكولات فإحنا إذا شلنا السكريات يكون لا يقل عن شلنا ثلاثمئة أو أربعمائة كالوري باليوم أربعمائة كالوري بالشهر أربعة ألاف كل سبعة ألاف تقريبا واحد كيلوغرام فممكن أن المريض يحافظ على وزنه ويظل على نفس الوزن طيب هذه السكريات الأخرى؟ نصائح أخرى؟ تجنب عن الدهون عن الطعام المشبع بالزيوت المقلية هذا فيه كالوري عالي طبعا أن تناول بطاطا بدون زيت إلا بطاطا زيت كل واحد غرام زيت تسعة كالوري إذا حطينا فيه عشر غرام زيت تسعين ما بين مئة غرام بطاطا مئة قليناها بالزيت صارت مئة وتسعين يعني ضعفت الكمية الطاقة فيها النصيحة الثالثة طبعا مثل ما تكلمنا تجنب أكل المالح طعام المالح يزيد الشهية ويزيد الوزن شرب الماء بكثرة طبعا الماء في أحد المقولات تقول أنه ماء بارد ولا ماء حار لا الماء البارد الماء العادي يعني ما في داعي أنه ماء حار أو صخن ممارسة الرياضة اليومية بالنسبة للكبار أقل شيء نصف ساعة باليوم للأطفال ساعة لأن الأطفال بحاجة لرياضة أكثر الأهم شيء أنه نظل مستمرين برياضة ونظل مستمرين بنظامنا الطعام الصحي الجيد نكثر من الخضروات الألياف الخضروات النيئة الفواكه يعني السكر الفواكه أفضل من السكر الموجود بالعصائر والمشروبات الغازية يعني نصائح دائما ما تتكرر على مسامعنا ولكن من يأخذ بها بالتأكيد بشكل قوي وشكل جدي من الممكن أن يجد بالفعل حياة صحية صحة جيدة نشاط دائم بهذا ينتاج لقاء اليوم من ساعة صباح نشكر ضيفنا في الستوديو الدكتور عبدالقدر الناشف استشاري الغدد الصماء بالمركز الطبي السوري الأمريكي شكرا لك دكتور كما نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا والصحة الجيدة دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته